نتابعين مع فقرة سانتي وموضوع الساعة هو فيروس الكورونا المستجد وأيضا اللقاح اللي بلش يصير متداول دكتور زاهي حلو أخصائي أمراض جرثومية ومعضية رح يعطينا كتير من التفاصيل لليوم وأكيد حضرتكم المشاهدين فيكم تتصلوا فينا على 0464 لأسئلتكم ومداخلتكم خلال هالفقرة فقرة سانتي لليوم دكتور اشتقنا لك أهلا وسهلا فيك دكتور بدنا نرجع ونحكي شوي عن الكورونا المستجد والسلالة الجديدة بدنا نحكي كمان عن اللقاح ننبه المشاهدين من بعض الأمور ونرجع نحكي بشكل عام عن الإجراءات وغيره اليوم اللقاح كتير متأملين فيه قد لازم برأيك نتأمل لازم نتأمل فيه بس ما ننتظر أنه أول ما يجي اللقاح يعني خلص خلصت القصة بالدواءة أكيد لأنه لحتى يبلشوا يتلقح العالم ويصير في عنا لازم مع القليل يصير 70% من الأشخاص عندهم صار مناعة حتى نأمن أنه صرنا سيف يعني هلأ هالشي يصير بده ببضعة أشهر أكيد فمش أنه إذا أجه هلأ لقاح بشهر شباط قريبا جدا نحي يوصل أنه خلص ثمنا بيرنا لأ بدنا نضلنا ناخد كل إجراءات الوقاية يعني نضلنا هلأ بدنا على فترة طويلة نضلنا حتى بعد ما نتلقح يعني لازم نضلنا الكمامات وغسيل اليدين وتباعد الاجتماع هذا الشيء لازم يضل مستمر ممكن لآخر هالسنة يعني بدنا نضلنا مستمرين حتى نقدر نأمن فعلا أنه قدرنا سيطرنا فرق أدي لازم ناخد الجرعات هلأ حسب كل لقاح اللي جاينا هو لقاح فايزر اللي جاي على لبنان بدنا ثلاث أسابيع بين أول جرعة وتاني جرعة وبها ثلاث أسابيع كانوا معملنا شيء يعني بعد ثاني جرعة حتى نمزبوط نكون صار عنا المناعة الكافية مش دغري يعني بعد كم يوم من ثاني جرعة المناعة الكافية يعني أداب يعني لازم يمنوا جلوبولين جاي اللي هن بيشكلوا مناعة للجسم يصيروا عاليين يعني هذا بين عمل فينا نتأكد منهم من خلال فحص مخبري بنعرف إدي صار عنا مناعة دي جاي فيروس الكورونا قدام مبدئيا لازم يتكون يعني حنفوت شواليون بالتفاصيل مع خلقنا لا هو مش إنه رقم محدد إنه كلتا وقتا بالإي جاي جاي صاروا عاليين عندك بالمختبر يعني خلاص انت صار عندك المناعة الكافية معناتها بدنا نضل نتوقع بدنا نضل نتوقع يعني مش إنه أول ما وصل اللقاح خلاص طمنا بالنا وفي سؤال كمان دكتور اليوم هاللقاح هو اختياري وليس إجباري صحيح لما بيكون الأرار اختياري يعني ممكن يكون فيه يمكن أربعين أو خمسين بالمئة من الناس يرفض يعملوا اللقاح مرح يعملوا هالفاقسين صحيح شو بيصير بهالحالي؟ صعوبة أكبر بالسيطرة على الوباء لأنه هلأ فيه فيه عدد لبأس به رافضين صحيح هو هذا الشيء عم يساعد يساهم فيه هالأخبار المغلوطة اللي عم تطلع على السوشال ميديا عم بتخوفهم من اللقاح يعني هذي كلها عم بتأثر سلبيا لأننا نحن تنقدر نسيطر فعلا على الوباء ما عنا خيار غير اللقاح يعني تنفتكر أنه نحن لوحدنا نحن نسيطر عليه ما رح يتمها شي بدون اللقاح اللقاح هو السبيل الوحيد لنتخلص من الوباء إذن بالعكس أنا بشجعهم أنه كلهم يعملوا اللقاح وما يخافوا منه ما يصدقوا كل هالأقويل يعني هالحاملات اللي عم تصير ضد التلقيح لأنه هذي بالعكس عم تأخر بالسيطرة على الوباء عم نتلقى اتصالتكم شاهدين على 0464 أكيد لأسئلتكم عن فيروس والكورونا المستجد دكتور اليوم يعني بدنا نرجع كمان نذكر شوي بالإجراءات يعني ما بعرف إذا الناس مرتحين على وضعهم لأنه واصلين على اللقاح ما أنه اليوم نقدر نحن نكون مرتحين خلاص هيك وهيك رح نرجع نعمل الفاكسين كيف لازم ننتبه عم نشوف تجمعات والبيوت اليوم كمان كنت عم بحكي عن صفحات وفي صفحة كتير مميزة على السوشال ميديا نظر الكورونا عم نشوفها تجمعات بالبيوت يعني عم نحكي بـ 30 و40 شخص بالقليلة كم شخص منقدر نستقبل من برات العيلة إذا رحنا على الشغل هل فينا نروح نزور الأشخاص حولينا يعني أهلنا أريبنا جيراننا إذا رحنا على الشغلة حتى لو أنا مثل اليوم مثلا يمكن بشوف شخص أو شخصين مش أكتر وملتزمين الإجراءات اللي لازم تتاخذ نحنا اليوم بالشتوية يعني قاعدين بمكان مغلق قدي هيدا الشي لو في تباعد بالمسافة قدي هيدا الشي ممكن يساعد أو مثل إلتو يعني شو فينا نرجع نذكر لا أكيد هلأ التباعد الاجتماعي كتير ضروري يعني مثل ما هلأ قاعدين أنا وياكي بعيد عن بعضنا فينا نقعد بدون ماسك بس إذا كنا قرابة لبعضنا مش مسموح نقعد بدون ما نكون حطين ماسك يعني كتير مهم أنه على القليل يكون في متر ونصف لمترين بين شخصين إذا بلا ماسك مع الماسك يعني فينا نقرب شوي أكتر إذا متريين بس قد ما فينا دل فيه تباعد بيكون أفضل هو الخوف عم بيكون من أفراد العائلة لأنه بيطمنوا بالهم بياخدوا الإجراءات بره وبقلب البيت ما بيحطوا لماسك ولا شي بيتقربوا كله من بعضنا إذا شخص واحد نصاب عم تنصاب العائلة كلها هذا اللي عم شوفه بالواقع يعني عم شوف عيال بأكملة كلها عم تكون مصابة فلازم نتبخ خاصة على المسنين وعلى الأشخاص اللي عندهم نقص بالمناعة وعندهم أمراض مزمنة هو اللي ازربنا عليه أننا عم نعرضهم كتير للخطر وخاصة أشخاص اللي نصابوا قبل بيفتكروا حالهم أنه خلاص يعني صاروا سيف لا هنه بعد فيهم يحملوا الفيروس لغيرهم وهنه ممكن يعني صار بعض الإصابات أنه مرة تانية هلأ مش كتيرة بس عم بيصير كمان أشخاص ينصابوا أكتر من مرة فلازم ننتبه على الشيء خاصة هلأ مع هالفيروس المتحور مؤخرا اللي عم بيسيب أكتر بكتير من قبل صار يعني الكنتاجين طبعا العدوى أكتر بكتير من قبل يعني قبل كانت كل شخص يسيب يعدى شخص أو شخصين هلأ صار كل شخص تريبا عم يعدى عشر أشخاص اللي هو صار مش هناك عم نشوف مؤخرا الأعداد الكبيرة كتير انتشر بشكل أكتر بكتير من قبل والوفيات زادت إذا لاحظتوا إذا عم بيزيد عدد الوفيات مؤخرا فهيدا الشيء بيخلينا ننتبه أكتر وناخد حذرنا أكتر ونضرنا نسترشئين بالموضوع الكمامات كتير مهم كمان وضع الكمامات يعني وضع الكمامات عم بيكون طريقة وضع الكمامات سيئة يعني يلقى أشخاص كتير حطين تحت الأنف مثلا اللي هي ما بتشكل أي حماية أو بيستعملوا نفس الكمامة كل الأسبوع أو بتصير مثلا الكمامة ردبة وبعضهم عم يستعملوها أو بتوقع على الأرض بيجعوا بالمو بيحطوها أو بيحطوها على أماكن يعني هذا يجب انتبه كمان على الكمامة يعني اليوم دكتور حضرتك وصلت لعنا حطت كمامتين فوق بعضهم صحيح أنا أحطت لعنا كمامتين ولما شلت الكمامات أكيد من بعد ما تركب الميكرو وغيره حطيتها بجيبتك صحيح وأكيد تعقموا لإيدان وغيره اليوم قدامهم نحنا كمان أنه هالكمامة ما تنوضع ولا محل صحيح بس سؤال الكمامة إذا فيها فيروس لنقول يعني وحطيناها هون على الطاولة حدنا هالفيروس ما بينزل على الطاولة فيزل على الطاولة أكيد ما رح يطير من الكمامة بس أنه يبقى لبضع ساعات على الطاولة يعني كمان فمشي نيك ما نرمي الكمامة وينما كان وما نرجع نلمة ونستعملها هي زيتا وما حدا نلم كمامة غيره نعم أكيد ما حدا نلبس كمامة غيره أكيد لأنه بالنفس كله إذا فيه فيروس فيه يعد يغيره أو حتى يعني ما نلم كمامة غيرنا إذا ما طرينا نلمة منحط كفوف أو منلمة ونغسئ يدينا بالمعقم نعم آخر سؤال قبل ما أخذ اتصالات دكتور بي الغرف المغلقة أو الأماكن المغلقة اليوم نحن هنا عندنا أكيد السيستام الفيلتراز والتعائيم وغيره الفنتيليشن بس بالبيوت اليوم ما بفتكر كلهم موجود في اليوم خاصة البيوت الصغيرة اللي فيها كتير أشخاص يعني معرضين أكتر يعني كلما المساحة دايقة أو كلما أشخاص أقرب لبعضهم عددهم أكبر الريسك أكبر أكيد يعني مش ناكي يجربوا يقعدوا بعيدا عن بعضهم بس بعدنا عن بعض ما يعربوا عن الكبار ما يعربوا عن الكبار بالعمل بعدنا عن بعض بس أنه نحن أنا لنقول حدا نحامل الفيروس وأجى زار شخص وبعد عنه بس الأوضة مسكرة مسكرة الهواء شو بيصير بهالحالة هو عم يتنفس عم يطلع إفرازات من جسمه بالتنفس تبعه حتى وقته بيحكي أو وقته بيعتص أو أي شيء أكيد رح يكون فيه رزاز ويطلع بقلب الغرفة رح يتنشأوا الشخص الثاني إذا نحن معرضين بالغرفة المغلقة إذا شخص مصاب ومش حطين كمامات إنه نصاب إذا حطين كمامة الكمامة بتحمينا هذا هو إنه لازم نتبع يا أما إذا فتحنا رجعنا للأوضة تهوية الغرف كتير مهمة يعني مثل اليوم مثلا تقس مقبول فينا نفتح البيت نفتح الغرف نخلي الهواء عنده اتصالات يا هلا تفضلي بس عندي سؤال هلأ أنا براجنانت وعنده ضيابات يبقى نعم وأنه هو السيطن الواحد يعمل الباكسان ولا لا كلمة البيت يعني في دراستات أثبتت أنه ما في ريسك أبدا عن البيت أو في هلأ الدراستات لحظت هلأ قاله أنه ما في ريسك بس أنا لأنك براجنانت يمكن أفضل طولة بالك شوي لا هلأ بعد ما نعطى جواب ما نعطى جواب نهائي يعني فضل بهذه الحالة ما في شي مستعجل فيك تنتري شوي لأنك براجنان أول شي بداني لك خلاصك بسلام أكيد خلاصة بسلام من السكري السكري قدي السكري مساء في خطورة يعملوا مضاعفات يلي بيلقتوا كورونا وهني عندهم مرض سكري في عندهم ريسك أنه يعملوا مضاعفات أكتر بشانك لازم تاخد كل البريكوشنز تبعا ما طلقت يعني هو أهم شي أنه ما طلقت تاخد كل البقية ما طلقت قبل ما تعملها لقاح حتى كان قطعت المرحلة تبعا الحمد هم ناخد اتصالاتكم على 0464 بعد عندي اتصال ألو ألو صباح خير صباح النور كيفكم اليوم شاء الله مني يا أهلا تفضل تفضل أنت على الهوان وقصينا الدكتور كمان يسعد صباحك أهلا يسعد صباحك أهلا عندي سؤال بخصوص اللقاح نعم عم بتقول لازم الكل لازم الكل ياخدوا بلبنان صح الأفضل أكيد أنه الكل ياخدوا اللقاح لحتى نقدر طيب أنا كمواطن نعم أنا كمواطن لبناني نعم بعتقد سؤال كل اللبنانية حيسألوك يا هيدا مين عنده ثقة بالدولة اللبنانية أو اللي جاي باللقاح لا يقدر ياخدوا بلك كان مزور لا هيدا اللقاح أول شيء فيه إشراف من منظمة الصحة العالمية مش عايجي هيك اللقاح هو من شركة فايزر رح يكون اللي هلأ جاي وأكيد بإشراف من منظمة الصحة العالمية وبعدين رح يكون مجانا يعني أول شيء هذا شيء بيساعد أنه أوضاعهم المدية ما بتسمح لأنه رح يكون اللقاح مجانا هيدا شغلة مهمة ياريت البي سي آر كمان بيزير مجانا ياريت البي سي آر سهل تنكشف أبكر المرض يعني بس بالنسبة للقاح رح يكون ببليه شهادة خبرية منيحة يعني أنه بتشجع أكتر أن نعمل اللقاح اللقاح يعني مدروس ومنه أنه هيك اللقاح ما كان بعدين من شركة معتمدة عالميا شركة فايزر نحكي شوي عن الفرق بين اللقاحات بس عنده اتصالات كثيرة لليوم علو علو يا علا تفضلي بي سي آر وبيّنت أنه معي كورونا فانتنا في أي شهر ديسمبر يعني أنا بعد من حجرنا وعملنا كل الوقيات في خمسة عشر نهار عملنا بي سي آر دللينا بوزيتيف رجعنا على 22 نهار دللينا بوزيتيف رجعنا من يومين يعني ممكن صار إلنا 30 نهار أو 31 نهار بعدنا بوزيتيف يا هالترا من دل نعد هلأ في أشخاص عم بيطول صار عندنا بعد أعدت حالات هيك في أشخاص يعني عاشر يوم بيختفي الفيروس أو من يوم 14 يعني معدل العام بس في أشخاص عم بيبقى الفيروس أكتر عندهم يعني عمر فحصات عم بضل بي سي آر نيجاتيف وعم بيضل كمان بوزيتيف بردون وعم بيضل الفيروس موجود عندهم هلأ الريسك العدوى بيخف مع الوقت خاصة إذا الستي صار عالي عندهم بيخف ريسك العدوى بس بيضل يعني منه سفر فأفضل يضلوا ياخدوا الوقاية اللازمة بس ما يتالهم بدوا يروح الفيروس يعني بس في أشخاص بيطول عندهم قدل ماكسيما عم بيطول هالأيام يعني في أشخاص بيقى عندهم شهرين ضل موجود الفيروس مش عينة هذي رير يعني مش الكل ليل كتير فيه إلو علاقة بفاكتور دوريسك معين بشهرين فيه إلو علاقة بإيدي جسم دفع وطرد الفيروس من جسمه فيتامين تنفع بها الحالي يعني فيها تقويل مناعة شوية أكتر يعني اتصال جديد ألو ألو يا هلا تفضلي بونجور أنا تفضلي بونجور تفضلي 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 أنا موزور أنا عندي سؤال لك دكتور تفضلي سؤالي هو أنه عم بيحطوا بال13 حالة من يلي ما فيهم ياخدوا اللقاح منهم يلي عملوا كورونا كورونا بعد تسعين يوم لا يلي عملوا كورونا مش منه ممنوع يعملوا بالعكس لازم يعملوا اللقاح بس هلا فيه برايوريتي يعني هلا هني مشيين بالوزارة حسب برايوريتي يعني صار في اجتمام معنا قابة الأطباء ومع كل اللي جان العلمية يشوفوا مين الأشخاص اللي بدون يبدون لأنها أول شي وصل كمية قليلة من اللقاح يعني ما فيهم يعملوا لكل العالم فهي كان فيه برايوريتي مين لازم فأول شي رح يبلشوا أكيد بالجسم الطب والتمريدي لأنه الممرضات والأطباء كتير معرضين وشوفنا يدسر في إصابات بهالجسم الطب والتمريدي فيه كمين الأشخاص المسنين فحطين كمين اللي عندهم أمراض مزمنة مثل السكري والربو اللي عم يعملوا غسيل كلا وفيه لائحة طويلة من الأمراض اللي هني بس لازم ينتروا 90 يوم يعني من بعض ما يكونوا الأشخاص اللي أصيبوا ما رح يعملوا هلأ دغري اللقاح رح ينتروا 90 يوم لأنه مش هلأ ضروري يعملوا فيه غيرهم أبدا أنه هلأ يعمل اللقاح فيه برايوريتي يعني فالأشخاص يمكن لأنه كمين هني بدلهم محملين صحيح لأنه هلأ عندهم مناعة منهم بحاجة هلأ كأنه أراضي عمني كأنه أراضي بالوقت الحاضر بس ما رح تضل المناعة طول فبينعمل اللقاح بعد فترة لأنه فيه ناس هلأ أبدا ينعمل عندهم اللقاح دكتور شو الفلق بين أنواع اللقاحات فيه فرق كبير يعني فيه لقاحات بدأ جرعتين هنا معظمهم بدأ جرعتين على ثلاث أسابيع أو شهر فرق وفيه لقاح بس بدأوا جرعة واحدة مثل لقاح جونسون انت جونسون اللي بعد ما نزل بالسوق بس قريبا بقدار side effects side effects تقليك شو ممكن هلأ كل اللقاح نحن نعرف أكسان القريب فيهم يعملوا واجع صداع فيهم يعملوا ألم بالجسم فيهم يعملوا رشح وفيهم ما يعملوا شيء أبدا يعني ما ضروري يصير فيه عوارض جانبية للقاح بس بتختلف أكيد بين شخص والتاني بين إيدي جسمه بدافع إيدي رياكشن تختلف بين شخص والتاني بس فيه بعض الأرقام يعني فيه بعض الحالات بالعالم اللي توفوا وقالوا يعني صار بالنوروي فيه خبر صار هو بالنوروي إنه في مأولة العجز يعني هون عمل لهم كلهم اللقاح فيه 25 منهم توفوا هلأ هون الدراسات قيمة من قبل دورة النروج ومن قبل شركة فايزر تيشوفوا إذا فعلا إلو علاقة باللقاح أو هن كان عندهم أغير أسباب لأنه نبين إنه الأشخاص كلهم مسنين وعندهم أمراض مزمنة فممكن يكون عن غير أسباب بعد دراسات قيمة بس ما ننسى أنه بين هل 25 كان مليون شخص صار ملقح بالعالم وما صار معهم شيء أكيد أكيد ريسك أخف من الكورونا هلأ يمكن يتروي شوية عند الأشخاص كتير مسنين ويدرسوا الأوضاع تيشوفوا لأي صار هالشيء اتصال جديد ألو ألو يا علا تفضلي موزور بدي شيرك مع بكتر زاهيو أهلا تفضلي موزور أهلا موزور أهلا يعطيكم العافية العافيكي تفضلي 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 نحن أوكي نحن بالنسبة لكورونا إذا نصاب شخص بكورونا بيقول لك أيضا نصاب خلص بعدنا بيعمل السيف بيقول لها نيجاتي بيقول لك قال الصنع نيجاتي نحن ما بقى منعجي بيمشوا وبتغولوا بلا مات بلا شخص أما هذا اللي حكينا عنه قبل أنه لازم حتى أشخاص المصابين اللي صحوا يدلوا ياخدوا كل الإجراءات اللي لازم لأنه بعد سيون هن يكونوا فيكتر وينقلوا الفيروس لغيرهم وفي حالات قليلة مثل ما ذكرت من شوي أنه يصابوا مرة تانية فلازم يدلوا ياخدوا نفس الإجراءات مثل أشخاص اللي لم يصابوا بعد اتصال تاني ألو مجور مجورين أهلا وسهلا فيك تفضل يعطيك العافية حكيم ألا يعافيك إذا شخص معه بركنسون نعم الطعب بديه لا فيه يعمل اللقاح إذا عنده بركنسون ما فيه أي سبب يمنع شكرا لاتصالك دكتر العلاجات المعتمدة حاليا شو عم بتكون في عم نسمع عن إحنا أنتيبيوتيك كورتزان بين الأنتيبيوتيك في أدوية جديدة كمان يعني قد اليوم عم بتكون فعالة هالأدوية عم ينحكي عن مسيل الدم كمان يعني شو النصايح العامة رحنا أكيد مش لحالات خاصة نعم هلأ إذا بدك تسأل أكيد ما فيه علاج معتمد من الكل هو ذاته يعني العلاج بيختلف بين شخص والتاني وبين طبيب والتاني وبين دراسات وبين بلد وآخر يعني صار فيه تعرفي هلأ ملايين دراسات حاليا كلها نحق العالم كرمية العلاجات الكورونا هلأ الإشياء السابتة هي أنه أكيد كل ما أخدنا أدوية تأول مناعة كل ما أفضل يعني مثل هلأ عم يخدوا الفيتامين زهن هلأ عم يخدوا فيتامين سي والدي والزينك هلطة يأول مناعة مش أكتر بس مانن علاج للكورونا هلأ الإشياء اللي يجب أن يخدوا هلن مسيل الدم حتى ما يصير فيه جلطات لأنه بنعرف أنه الكورونا بيسبب جلطات كتير خاصة حتى بعد الشفاء فإذن لازم ضلنا عن ناخد دواء يسيل الدم حتى ما يصير فيه جلطات الكورتيزون ما لازم يتأخذ بأول أسبوع أبدا لأنه يكون الفيرل فإذا لازم بثاني أسبوع بس إذا صار في دقيق تنفس إذا صار في أغرباسيون لازم ساعتها يتبلش الكورتيزون ما نبلشه عشوائيا هلأ العلاجات بتختلف البقية الإشياء يعني مثلا بين الأول شي اعتمدوا الهيدروكسي كلوروكوين والأزيتروميسين هو لكنه بالأول بعدين بيانت الدراسات أنه مش هلقدة عم بيكونوا فعالين في أشخاص تجابه أشخاص لا فهذا العلاج هذا كل طبيب فيه أطباء بيستعملوا أطباء لا فيه الرمدزيفير والفافي بيرافير اللي هني للفيروس أنتي فيرل بس كمان مش الكل بيعتمدون فيه بالحالات السايتوكين ستورم وطبا بيصير فيه العاصفة تبع السايتوكين يعني بالجسم هون فيه أدوية كمان ما نسميها مثل الأولوميون والجالجينس والأكتامرة وغير أدوية هلأ مؤخرا عم ينحكي كتير عن أدوية أخرى مثل إيفيرمكتين والكولشيسين اللي نحكي عنهم مؤخرا هلأ هو اللي كمان بعد ما فيه دراسات كفية عليهم بس فيه أشخاص أخذوهم بقولك نتحسنوا فيه أشخاص بقولك ما عطوا لأيانات مثلا هو صاد دراسة وحيدة هو لشو بالأساس هن كلهم هو أدوية قديمة بس هن لشو يستخدم الكلشيسين كان يستعمل بالقوت بالمرض وطبا بيكون أشخاص عندهم النقرس أو الأسيدوريك العالي وبيستعمل بالبريكارديت يعني التهيب غشاء القلب بأمراض الروماتيزم يعني هو دواء قديمة كتير ويستعمل وكتير مستعمل بس حابوا بجامعة موريال يعملوا هالدراسة عليه وبيّن أنه عم يعطي نتائج إيجابية بهالدراسة وخفف المورتاليتي 21% والدخول على المستشفيات فعم بيطوروا هلأ دراسات العدد أكبر تيتأكدوا منه هلأ مثلا باليونين يعتمدوا كعلاج بس بعده بده تطور على كل حال دكتور يعني الأفضل أنه يكون فيه طبيب عم يتابع هلأ أهم شيء ما ياخدوا عشوائيا يعني فيه أشخاص بيسمعوا بالسوشال ميديا عنده دواء يبيركدوا برش وياخدوا ما لازم بعدين الكولشيسين فيه شغل كتير مهمة ما لازم أبا يتاخد مع الأزيدروميس اللي هو أنتيبيوتيك يستعمل كتير عم يستعملوه فإذا مع بعضهم يستعملون يؤدي لحالات خطيرة ولوفيات فلازم نتبع على الموضوع ما ناخد أي دوا بدون إشراف طبيب دكتور زايا حلو أخصائي أمراج رسومية معضية شكرا له التوضيحات رح ناخد بريك صغير ونرجع